موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس على قناة ميديا تيفي كان رحب اليوم بالحضول معي داخل البلاتو كان رحب أيضا بالأستاذ عزوز توسي أستاذ علم النفس الاجتماعي اللي غيرافقني في هذه الحلقة والناس اللي قبلوا الدعوة دي البرنامج اليوم باش يشاركون القصة ديالهم وهما اللي عندهم واحدة علاقة كبيرة مع الحيوانات كان عشق الحيوانات موضوعنا اليوم في قصة الناس كان رحب بك سي جواد عبد العالي خاليد شكرا على المشاركة ديالكم في قصة الناس قبل ما بدأ معك جواد وانت مربي بزاف ديال الكلاب اللي تتدريسي هون تتدريسي وبزاف الحاجة قبل ما بدأ معك القصة ديالكم نعرفوا كيفية شجرتك هالهيويان مشي عندي أستاذ عزوز توسي ونهضروا عن العلاقة ديال المغربة بالحيوانات واحدة طاهرة أيضا ولادات الاجتماعية واحد نوع ديالبريستيج اللي عند مجموعة ديال الأوصال يكتربي مثلا الكلاب يعني واحد الإضافة الاجتماعية ايضا ولادت في المجتمع ديالنا ننظروا على هذا صحيح أنه الآن ممكننا نتكلم عليها كظاهرة اجتماعية بحيث أن مرتبطة بطبقة اجتماعية ولكن مرتبطة كذلك لأن تربية بعض الحيوانات ما شي حكرا على واحد الفئة اجتماعية عالية بل كيمكننا نلقوها في فئات أخرى بسيطة لغا ذلك تربية الطيور تربية القطوط ولكن اللي بغيت نشره هو أن هذه الظاهرة بدأت تاخد واحد الأبعاد أخرى مع تطور المجتمع المغربي بدأت تاخد أبعاد أخرى بل ربما جاوزت الجانب السوسيولوجي إلى الجانب الاقتصادي أيضا كان واحد مجموعة ديالتجارة واقتصاد وصناعة لما تصبط بهذه المسائلات بحكم أن الحيوان الآن أصبح مستهلك أيضا وهذه الظاهرة هذه للأسف أنه في المغرب ما زمع لنا شي دراسة كثيرة ولا ما كان شي دراسة مهمة فهذا الباب فهنا في دول أخرى مثلا كان دراسة كثيرة على هذا المجال الارتباط الإنسان بالحيوان مثلا كان جمعيات التي تشتغل على هذا المجال يمكن كذلك نتكلم عن القضية تطور العلاقة الإنسان بالحيوان من اعتباره أنه أداة تشغيله وتوضيفه في الحرط ولا في الحراسة ولا في غيرها من المأريب إلى أصبح الحيوان فقط حيوان الصحبة في البيت لا يوجد شي فقط كما قلت يمكن يكون وسيلة للبريستيج يمكن وسائل أخرى كمجموعة من الأهداف السيكولوجية التي يمكن تتكلم عليها شكرا لك أستاذ زوز ماشي عند سيج ويد أنت منصر وأنت بلي بالكلب عودي على جلبة 16 عام حبس من رأس من القرية ميكانيك حرفة هذه ميكانيك وطلح ثلاث شي لكلب دريسي دريسي لا قبل ما توصل لدريسي الكلب بعد الولع ديالك باش يكون لديك كلب ديالك وتربي وتوكل عاودي لأول كلب شو كان سميت وشنو قصتك معاه وشنو كان عندي أول كلب اسمه ماكس ماكس هو اللي كنت نكبر وكبر من من ولا هواية هدى تولت تقرار الخدمة ممكن تتخلص عليها لا سنتخلص علي. يعني حرفة ماشية. نحن نجيب لي الانسان الكلب سندرسيه له مجهد شهر 15 يوم. سندرسيه له سيدة. سيدة مدرسين هذه. سيدة عندك كنج شهر على حساب العقلية دياله. سنبقى معه بشوي 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 تدريسه. سيدة يخدم بيتها هو. يبقى عندك في الدار. يعني عندك شيء سباس كبير فين كي يكونون في الكلب. عندك تيسة عندك شروط ديال. عائلة كلكم ملوعين بلين بالكلب ولا غينتها بوحدي. الوليد تحتوي كان هكذا. حين تبني جيتك في كراز عما فاش نكونوا كابرين في واحد اللجون قدرون. صغر. عليك ديال ما بين خمسة عشر سنة. تبعن لك هبدا الكلب. عندي للمينة ديالي ميكاني سني الحرفة ديالي ميكاني. وانا ملماء. ربيهم دريسيهم. سني عندي لهيوي ديال. عندك الهيوي. سبحان الله شوف دبرا كل واحده والبليا ديالي والهيوي ديالي وفشكل قلب متع ديالي. دريسي الكديري شاو مدد سباس سنة عربو شاو. سعر فلانوية في البيئة الشراء. في الجوطية. في الجوطية. شنو كتبعوا وتشريهم. في الكلب. في الكلب. اه اذا تجارة. تجارة. اذا تجارة كلاب بروفيسيوني. ماشي. كلاب كبار. ماشي نكون كريبة سعيورين ديال البيتوتي. انتي تخشى. عندك من اربعة شهر ستشهر 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 وغادي. حددو الكلابانة تندريسي الحساب بمدة عام. ماشي نكون عندك ستشهر. انتي في السوق ديال. يعني هذي بيع وشرية عندك وهي وايا. شون تيبان لك في المجتمع ديالنا. ولا اقبال مثلا الناس. ما عطيبان لينا مثلا العائلات العيالات البنات دائما تكون عندهم كليب. حد نوع ديال زم البريستيج عند بعض الوصر. او ليه على العقليات. العقلية للإنسان. كيل السيدة لست بيشي وكانيش. ربيك ناقانيش. كيل تيبان تيربي صلاف. كيل تيربي ضوبر ما. كيل تيربي بيرجع. على حساب العقلية للإنسان. يعني كيل مربي بيرجي. يجي تقلب الكلاب كامي تلقاني بيرجي واللي. دكي. وبش حال كتشريت الشي بش حال. على حساب مو دكي اللي بستين كين بباربعين كين بباربعين كين ببخمسين. يعني على ماخور هذا. على ماخور. يعني انت تعرفوا غير نرسة يدخلوا لي. بالخصصة لا. يجيب لهم من ريس نوران وام. لا. من المناس اللي ادريسون الكلاب ريالوك من تجيبون الماء كلها. يجبت الماء كلها. سيكالي يوم كين باقيدي. يجيب لك. يتكلمين بيشي. يقول لك عندي خمسة عشر يوم وشهر. او اتكلف بيش. اجيبين. هل لديك من الكلب دبا؟ دبا عندي ربعة ربعة ليولك هم اللي سنخدمهم سنخدم بيوم وحدين 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 هذو كل الربعة سنريسي بيوم وحدين 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 لا ما نخدم معهم أناس يخدمهم معهم وحدين الكلب تهيد ريسي كلب؟ اه كلب سني يخدم كلب هو مره مره هو عندي الخدمة ليلي ميكانيك مزيان وخا جواد ما زالنا نكمل مقصة ديالك مع الكلب عبد العالي نسمي ولوعب الخيل عشرين عام عشرين عام من يجد هدل ولاعب الخيل؟ اه نعم مامي كانوا يركبوا على الخيل وشتيش هو كانت يشبوره اه سلالة عندكم هالشي كنشي مع عمي مميسم بحالك دا اه 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 انا في صغرين كنتش نخاف من الخيل في الساف من الصوت ديالول كنتش نخاف من الخيل؟ اه 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 كنتش نخاف منهم في الول وليو كي يخاف شي حاجة ما كيبقاش يمشي لي هذا اه 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 كيفاش تقلبت الآية؟ ماء عارش انا في صفقي ما عارشine كنتش نخاف من الحاجة منا مشيش لي اه كنش مصور وحق اذا باعيش معانا ف الدار هيا عاد يعني كن في الولكنتك انتخاف من الصوت؟ الصوت شو المشي اجري ديالو اه اه شان اشوفو جاي شي يجريش نقول دابا يحفر لار احوالي اشي اه هاجآ يزلزل الدنيا عرطوا قاش اعقل صغر اه وماخرنا بحقاب شوي فشوية اجه شوية في يا ربا ويوتي بل فناءه ويوتي مع اسم اكد ماليه كي تركي لفوق العودة مؤخرا أولي ركاب ويوتي على السرباء الحمد الله مجيب انا في الرباط السرباء وهذا تدريك في الرباط لا في نوحي السرباء نوحي أيا لقد تبئر معهم مجيب مجيب و تبارك الله عليك و الحمد لله لم يكن نخاف منه لك كان شي موسم شا نزل العود يعني أنا كنصرف عليه من عندي بعد مرة و الدار دي أنا ما يريد أن يعطوني فلوس شو كني معطيوني لغالي للوحل الموسم و هذي تقول لي يلا سير كما سير قراء و دمار مستقل بعض هل أنت ما تتقرأ؟ لا أنا كان قراء كتقراء؟ أه و ما الخيل داك على الهاك شوية و لكن شي قديل في مكان شي موسم في مكان شي تبوري أه و لكن هذا لا يوجد مشكلة ستكوني الهواء و غالب على هذا دبتك شلش ما مشي قويش غني أحسس يقول ياسير قراء و ديكس عدير لي بغيشي يقول يو الخيل و ما يعني راكي ماتش يقول نونا مغاربة يعني غيخد رفق طعام يعني يبحال نزاهة يعني شي لكون عندك الوقت عدك ساعة سير تبوري ولكنتو ما عندكم عندك الخيل في الدار أه عندنا الخيل عندنا الخيلة عندنا عن جديدين ديار جدك اه ديار جدك أنا نقول و دا و أنا جميح و يجي و غمشي عن جديد أنا نقاش مما و نقاش في المدراسة و عجبني البيضي أحش في الخير و كين الطبيعة و أي حاجة والحمد والله بخير لبلا كان شي حاجة موسم حاول شي حاجة أنا كان خدم راسي يعني وأنا كانت تكلف باش كندي العود و أصرف عليه و كل شي ما كان قول لي ما أطيوني ما أصلا ما يبغي و شو أخير قول لي حيث أصلا هما ضد ضد قاع لأنني نمش مع الخير لا. الحمد لله. وخلز ما أنتم مربين في الأجواء ديال الخير والتبوريلا وعمامك وخوالك أكيد. غير عمامي. غير عمامي. هم الأعمامي يجوج هم اللي كانوا يتفرضون. باك لا. لأولي تري ما سيسبرج. لكسي لاش مارا رافض الفكرة ديال الخير. كان يسبرج دي وعمامي دابا وأنا بشر كبن. الحمد لله. لكسي غالي مزي. حسنا. شكرا لك ما زالنا دروف تجربة ديكسي خاليد نتال فراخ. ياك الطيور الفراخة. شهاد الفرخ عندك. لدي دابا اكزامبل تقربة شي خمستاش اللي بقالي دابا. خمستاشر فرخ. وشنو الأشكال والأنواع اللي عندك. أشكال اللي عندي أنواع كان عندي طال الحسون. يعني كلم يعرف دابا طال الحسون. يعني نفس تقوله ستيلا. ستيلا اي. ما دبعتنا عرف ستيلا. ستيلا فيها صفار ودك الشي. اسم ديالو الحقيقي طال حسون. اي. اي احنا دبان بحال نقوله دابا احنا قنيطرين. اقول اسطايلة. جيت الي هنا تقولوا لي مقني. يعني اسلا اربا. نقول مقني ما شي وستايلة. هو اسطايلة. هو اسطايلة. كله كيف. دبعتنا كل حاجة. انا نقول. لا تقافة اديرها ما شي غير اجي نتعلم. اعلم. اعلم. ما انسام ستيلا. ما تبقى تهدر ما تبقى يضحك سيلا ارمان. ما عارفش بصح. بالصح. بحال دبعنا نقولك قمرون وذي تقولك كروفيت. وتمشي للشامل يقوله قامبا. قامبا هو ورا اسميه واحدة. هو ورا. يعني دبعت في الشامل مشيتي ما يقولش لك ستيلا. اه. وما يقولش لك مقني. يقولك بلع. ولكن تمنيجة اصلا زي ما تدخل هاد العالم. زي ما شنو دخلك لهاد العالم. هاد العالم يعني في الصغور ديالي. جبرت واحد الفرخ بحالها مسكين تلحق. بحال فمو. بزيتو. شحال كان في عمرك. اه. انا اختيدي زي في فربعة و سبيل. لا هاد الحاديثة الكتوقع. ديالي الفريق لي. هاد الحاديثة في تمامين. في تمامين وثمانين. شحال كان في عمرك. يعني زي في فربعة و سبيل. نقولوك هاد في عمرك. في تمامين وثمانين. 14 عام. اه. هزيتة واحد بحال بحال بونش. قدرتوه في المو. كتنعطي مسكين تشرب. تبقى عندي في قيطان. يعني ما تنمشيش اللي مدينة انجليز سما في قيطان حسي دي بوغا باب ايده عليك قسك تفصل بمهديه مهديات قونية طرح دونك هذا كفرخ بحلي عايش ما يتم يعني متى تبغي تخرج شي يخرج مسكين معاك يجي عندك مطارش وخاول للا بس يعني مطارش يعني بحلي حل عينو فيها باقي صغير ما تعرف لامولة بويني مسكين حل عينو فيك ثلثة توكله متى يزيج متى يشوفك تبقى يغوت مدينو لا فقفز لفوال وغير هكذا اه حاطه ده بس غير وروا غير وروا بقي ما عندوش جناح بشي طائر هده كوه السبب ديالي السبب البليا ها البليا بقى معايات ديته والدار بقى بسكينه وكامين منك شاف يدخلت لهادك الدومين ديال الفراخ الاكترية دياله ولتنجيبهم قاع صغار من العش من العش يعني لحمين ونعزل منذكر من نتوا هم ما بقي للحمين اه وتعرف ان نتوا منذكر وتعرف هدشي مع المدة تكونت عندك التقافة يعني بحالة نقوله مع المدة ولا بحالة نقوله بالتطور لا ولكن غير منذ ديتك الرأس كولا تعشرتي مع دلال الاخرين لا تنسمع وتنستنساف يعني بحالة السيدة ده تيجي عندي انا مولو عندي الفراخ تنوكنوا بلاب بيكور تتكبروا وتندلهم السيدية باش تسمعوا لهذاك الكلام الموسيقى اللي بغيت انا مش اللي بغاهم ها تحفظهم اه نحفظهم اه يعني قدرنا اعطي تباتت اعطيش كاتفكرني كاتفكرني بواحد خويا كاتفرتي شوفيا دايما ندلواحد الموسيقى وتنقولي واش هادة وخصوم يغني ولا كاتحفظهم الغناء تحفظهم اكما كاتفهمش انتم ما في ذاك شي كي حفظ الغناء الفراخ تتسمى هاديك الرواية اسمتها الرواية تياروا بحالة شوية تقولك وروا مني اسمعني السلغة مني اسمعتي احفظك يعني ذاك شيختي ما سهلش اه تمشي لي تل جنوب وتنخسر عليه فلوس ومين جبتي هاد لقائنا ومين جبتي هاد الخاطر ومين جبتي سلور مال هجب يعني بحال نقولك تشدية الطبيعة باش تبقى تقطر الفارق ومشيش انا نمشي تل أقادير تل هوارة والتيمة اه ونبات تما في الجبل مشي في الضيور ايوا باش نسمع الواحد طير تقيل باللين ونشجلونا نحفظه لوافق نيطرة امامتي تامارة صاف اه وعبتاني هادك نقوله احنا الجنوب هاد شي مش قتيف اللول الى عاودتين شي حدي يضحك عليك يضحك عليك حيش بزرفت الناس دبا يقول هذا قصف العلم اه حيش بزرفتيني علم اه جسلمو دبا دبا اللي ما عارش بحالي فهد مع الكلب ولا قطوت ولا دا كنسمو مثلا مرات مربيع شين قط اه كاد ولدي واش حمقت ولا تسطات ولا درغة الخير في ولاد الخيرية ولا ما عارفها دي عقليات وكلمين تدخلوا لنفسية دي لكم وكاد شرحوا لنا بها الحويش كنا عاودوا لنظر بزر لحاجات بزر لحاجات لحاجات الاحكام اه سلور ما دبا منتا نطلع لجنوب تناخد ثلاثة تقول حنا ثلاثة نوطات اللي كني في الجنوب تمشي لمطر أولوز تلي وين ولد برحل أرازان أرازان شحال بعيدة على أقادر أرازان بعيدة بكلو ميطات بزر وكتمشي تلتم باش تصنطلي واحد الفرخ نصنطلي ونشجله ويجي تحفظه ولكن ناخد نوطة دي له بوحده هذا كتير اللي بغيت ما يكونش داخل ماه في ميتة الجاوش وليش واحد يغوض صاحبه لا هذك الكلام بوحده بوحده هذك الكلام معلوتي يقول كلام النوطة نوطة تتسمى كلام عنده واحد كلام تقول كتير عنده واحد كلام زوين تقول كتير عنده واحد جبح قاسح جبح هو يعني الطير ميتة يدوي تتسمعوا من رأس الدرب يعني ذك الجبح ميتة يكون وما أصلا ما خلق شو كوكب ذك الجبح دياله انت اللي تتعوضه باش الطير ميتة تتكلم تسمع باش يعني بعود حرق السوس تتدرو في المات يرخي ذك الما ميتة يشربوا ذك الطير بحل ما تبقاش قدلي صويت تقول لي عنده صويت قاش عنده البحة ها ها دكتور ها دكتور تكون صغر تنوكلهم بلسيران سبحان الله ما نعطاه الله من هوايا شون امتني نوكلهم بلسيران بالبكورة ولكن ميتة يشوكو تقول لحنا نشوكو بدوي وقفو عادة نعزل منهم الدكار بوحدو ونتواق دب انت كتعرف مواسيم ديال جواج ديالهم ديال تاوالو ديالهم كتعرف اطلاقهم تتعرف كل شي الحياة ديالهم تتعرفها نقدر نقول لك العمر دياله العمر دياله تتعرف كل شي وانت تكون التقافة عندك التقافة وانت معهم ويعني الحمد لله اخذت خيبرة اخذت تجربة بقندب الناس حاليا اللي تجيبوا واحد طير يعني اكزامبل مثال تشري هو تقول خوية رشريتوا بواحد المبلغ اخوية ما بغالا يهضر لأول اخوية هو عندك هما كلته دريسي دريسي تتدور شهر شهر تيجي تلقاه نيسا ذاك الطير في متين تتحول يمكن دبا نعطيه نتوى دي للكنار تقولوا لا مش دبا تيوصل لوقيته دير يعني شهر عشرة وشهر خمسة وكن قبل ما تعطيه نتوى دي للكنار تتبريباري هاداك الدكر طيب حالشان بريباري يعني هاتبريباري هاتقاوموا بالدوا ها بشي فرماسين تاخدوا الدوا تاخدوا لي فيتامين تعطيه اللوس تعطيه قرقاء تعطيه المحذ ميزانية 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 فلوس بش موكدنا الفر ماشي العقلي الفكرة اللي مثلا الزوان ودك شي لا زوان ذاك أببر زوان بحالشان نقولوا احنا كليسي عم ملوي مقاش الملوي خدام غاديلوي والله سيدين عدبالي الفرحتي يكلوها الزوان هو يوميين مسكر الله ملعقدي ما في فكرة دي كل كيك تعطيه زوان كله نراتلع في راس تعطيه تعطيه وصيدين شكرا على هذه المعلومات وحقيقة اللي يعطيتنا مازال نكملو معك شاء الله أنا بغيت نسولك على الجانب النفسي في الموضوع أكيد هاد الناس يعني هاد العلاقة أكيد تتحقق مجموعة دي الإشباعات النفسية والحتياجات النفسية وإلا علاش غيكون عنده 15 فرخ ولا 15 كرب ولا تسمعوا مثلا في المجتمع دينا كنا مثلا مراتي عودوا في فاس عنده 20 30 قطة كنسمعوا بحال هاد النوع دير الضواهب شنو كيعطيك إضافة نفسية للناس اللي تتدروا هاد النوع دير هو من دون شك أننا مثلا تربية مثل هذه الحيوانات اللي كما قلنا لا توظف يعني الصحبة تسهل كتر ما كتشغلش هي بيطاليا معطلة ولكن كتحقق مجموعة من الإشباعات النفسية بعد السيد كيتكلم كيقول كيمشي ترؤلوس كيمشي ترؤلوس إلى غير ذلك باش كي يسجلوا واحد الصوت باش كي يجي باش كي حصب ذلك المتعة بو جاوزوا قاعد القضية كون أنه كيمكن مثلا ياخدها كتجارة إلى غير ذلك أو كميهنة ولكن بنسبة هذا الحالة كينا عن ناس الناس العاديين اللي كيرضوا الحيوانات من أجل ذاتهم كيحقلهم جمعة من الإشباعات النفسية كيحقلهم الشعور بالأمن كيحقلوا الشعور من الحاجات الإنسانية كذلك يحقق الحاجة إلى مثلا كيشبع جمعة من الأشياء النرجيسية عنده ذاتية مرتبطة بالذات قبلها تكلمنا على القضية ديال تقدير الذات لفتا أنه مثلا عنده كانيش أو عنده حيوان من نوع معيين هذا كيشبع عنده صيارة من نوع فاخر إلى غير ذلك وبالتالي ربع بعض المرات هذه الحيوانات أو العلاقة الحيوانات ديال الصحبة كيكونوا كحقنا مجموعة من الإشباعات نفسية إشباعات اجتماعية طبعا كيين بعض الحالات اللي كتوصل إلى حالات مرضية من نصول القضية ديال أن نربي عشيرة منها القيطات من الكلاب اللي كتجاوز بعض المرات الإمكانيات ديال التربية هناك تولي حالات مرضية ولكن في حالات أخرى كتكون حالات عادية اللي كتحقنا مجموعة الإشباعات اللي يمكن كنلقوها في هذه الحيوان ما كنلقوها في الإنسان طيب شكالك أستاذ عزوز لحظات مشاهدينا ناخدوا فاصل إعلاني ونرجع نكملوا قصة الناس جواد نهضرو على الكلاب عندك شحال 15 أربعة أربعة أه 15 فرق أربعة أعطني شنو المحتياجات اللي تتلقون في هذه الكلاب شو تيوفروا من غير الحراسة والأمن وهذه المسائل الأخرى حراسة أكثر يقصي لحسب حراسة لحسب خدمة الحراسة لحسب الناس لحسب بزيف ببنان بساكن بوحده ببنان يخدم به يخدم به يقدرين يسوي باللي يخدمه وبلاسه لا هجد الحراسة معروف مثلا ولكن هدو أربعة الكلاب اللي عندك هدو هدو ديولك هدو هدو أسحابك هدو هدو من العائلة هدو في مجال بستتي توليد خلاف العائلة خسر عليهم ميزانية ماشية يعني واحد يلا مرض رأس مرض انت رأها مشكلة مشكلة إذن عاود لي علاها تفاصيل ديال واحد من العائلات يولي لك واحد أخصي ديال كامل يقولي عائلة حسب يوم عائلة عائلة عندك ولدات عندي داروري داروري والإنسان وبنو بيئتي ما يمكن شاء نخدم بيهم أكثر سمسو الحد أحد أنا مع موارة الغابة صلاح بطم المموارة سنتلقى مع صديقاء ديال كتدريسي سندريسي مهم اللي بغاني ميجيش عدي بلند من الدار ينتلقى في الغابة مموارة نية سيليفون بينتنا يريحوا الدري كامل يجيبين كلابهم صافي كل واحد يكلبه تيبشي ريح سندريسي كل واحد يدي يكلبه ميمكنش لينجمعنا كل شي في الضارة واحدة ديال ما حيث معنك شه معدش تيساء عبدالك الكبير ديال والدين ونه يبغي الغابة يبغي تيساء يبغي تيساء ميخلي لي مولا تيبش في حال وقع شو كنت تسميه هذاك أنا كنت الدريساج وتي دخول هذاك الراجل وتيبقوا ولكلاب تي عضو ينضي وفي سنان هم أعلام أعلام يدك مني يدي دين كام من أنت قبل بالكلاب شنو أقول لك عندي حواديت ديال الكلاب عض ضرب قد لهم عندي لاب 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 نعم ارجو ضروري بشيء شد معي نعم ممكن اللي يغلب رجل يد وكم رجل ومعني طريق لي أحب وانا احب ربي ها مع مر بشيء ه أب دوني أخونك خانوني جوج جوج او لم تكن دريساج جديال كوهدك ما اعزبادم بس ندربهم مش نحدهم عصا، كيلكلبل اللي مش بوش يتفاك ناوه، يسمعش مكلخ، كات ممور عندو خصت تبيددل سنصافي ندري سيش يرجع بوا ذك، اه، بتعود تاوب؟ وخيش يمله مي يديش نحطي الكاسل ما نقوله مسقسوش ما يقيسوش نحط دري واقف،، سنكوح الصورة تعلكلب؟ اه، قارديا داي قاردي، ميزيزعش من البراص كنت تلقى الوافاء في حالة اللي تنسمو احنا في الخيصص الحنان كما أنا أعطي لهذا أنا أعطي الله أقول أنا أعطي الله إياكم أنا أعطي الله أخر ومشي واحدة نعطي إياكله والأخر ما إياكلش لا رأى كله مشي إياكله وكله وبلما نضربهم هنا واحد يدرسي الأخرين كائمين أربعة لكن عندي واحد بزيان يدرسي أربعة بزيانين وخي يكون ناقصين في الدرساج هو شيء يدي أعلمهم واحد أني دبق عنده شعال خمس سنين واحد أني في عنده ثلاث سنين واحد يالله شبشو دي مؤخرة هادو يالعائلة هادو هادو ما تي سيبشو مع الواليد هذا للسوق اياه مع الواليد هذا للسوق شاعد السوق للسوق واحد أني بداش بيش تسخرين تعني عميل شو واحد يلوز حدمك لا واحد عميل كينش نا رأى دين بالله تيمشي شي دير؟ تيتسخب؟ نا شبش اللحانوس أشكدو شبش اللحانوس سيجل العالم بالله نا شك يكون لي سيطعوين أورقا مقعيدة فأكل الشي سيزف مو نا شك يدين نا أحد الأكففة صغيرة أكديني الورقاء كل شي سيجي عن الملحانوس أيوه يطعي نهج قايدته كل شي هو سيجل عميل آه ت belong ف residence فى بوقتي يمشيت ملحانوس و تيزل الورقاء و تيجل تقدير و تعددها الكلب اكدنا كل شي سيدي تعدد استعمال الماكرة ديالو. الماكرة ديالو. سنصفتو ديريكس. سيبش عنا مول جاج. مهم. سيش معمبر لي ميكة ديالو. جي زب سنانو. جي بايه غلد دار. ومي أكل هاش. خصصات تسلق. غريبة بالعلاقات. شو زمان سبحان الله كيفاش. خصصات تسلق. عارف راسورك شي ما يتكلش دابا. ما يتكلش دابا. ولك لها. وش تصابوا دالوالي تصابوا ليه بالراز. بفرماج. إيجا. شو سيش هم دابا ماشي. شو ما يحسن بشهية دير. اه. ليس يتكلش إنهم تبغل ب italy. دل كفسه ديال. الان سيش ديال. في الاحسن بمده. كل شي نحسن بمده. في العائلة في الدار مكنش مشكين مثلاً المراد والكلماء الكلاب. ولان دار كل ش Learning. كل شي نسح. عادي. مولفين وتهمش. كل شي نسح. مولفين عدل العلاقات. اللي أعرف هو الوالدة. ولدى رمالتي عارفوا. سيكة العماء سيكة الجديدة للآ؛ ما يأدي وما تأوه خلال الشواطئيين يتبعوا بربعة يوم تابينها صاحب حتى ندخل الصوية قد يجري إليهم يشوف يباشي وصل للدار يرجعوا ويدفعوا الباب ويطلعوا زيما علاقة بزيلا معهم سنشوفونا الكلام نزوينا العلاقة لك تعودنا باش نعرفوتي احنا حل دمانا تنقول ليا ناس حبي الفرقة يكلوا الزوان بزيفت الناس محال يبقين قدام معا فيش تطور في العلاقة معا فيش يجب أن يكون عنده شهرين يجب لي الفاقصة يالو يجب لي التصور يالو مربي بني عط شي واحد مسؤولية وخذ مسؤولية وخذ فيش عند المخزن يسؤولك الفاقصة يلولت دار فاقصة ووريخات ووريخات بالصحة يجب أن يكون هناك أولو أولو وراء نساس تتلم معلوم شكرا لك جواد على تجربة الحقيقة فيش كدد تجربة وهذه العلاقة شو الإنسان كيف ممكن يطور العلاقة ديته مع الحيوان طبعا لأنه كان هذا الجانب ديال الترويض لتخيصار ولكن كان كذلك العلاقات التفاعلية اللي كتكون معا في الكلب أو قط أو غيره حيوان آخر أو فراس أو غير ذلك في الحياة العادية والطيور اللي كما شار لهم الشريف قبلها فهذه العلاقة علاقة ديالتفاعل وبعض الحيوانات كتكون كية جدا لدرجة أنك تكون كتقدر تشعر الحواس ديال الإنسان يعني اللي كان اسمه في فرنسي الأنفاتي نوع من التعاطف كيمكن الله تتألم الألم ديالها كيمكن الله إلغة ذلك ولكن هذه بسؤالة مرتبطة بالقدرة ديال أو تاني وش الشخص المالك كيحقق الإشباعات لهذه الحيوانات من حي التغذية من حي الحنال إلغة ذلك هناك المسائل الغريبة لأنك يقولك مثلا بعض المرات بعض الكلاب كتغضب إلاجة مثلا الضياف وما ديتهاش فيها أو مثلا ما سوتش فيها إلى غير ذلك يعني هذا اللي كيجعل أن مثلا بعض الناس كيتعاملوا معها الحيوانات كما لو أنهم أولادهم أو أطفال ديالهم أو أعضاء في الأسرة وكتولي هذه العلاقة الحميمية ما بين الإنسان والحيوان اللي غيرت وجه العلاقة اللي كان سابقاً ديال الاستغلال وديال الاستثمار إلى غير ذلك نعم وأستاذ بني إذا كنت نسولك من هذا الشي كامل يقدر يكون معي صديق ديالي غالي مايا يقدر يخونني يقدر يتبعوني يعلق الكلب ما يعلقش ما يخليكش هاد شي يش بزافتها عن الناس كيختاروا يكون عندهم كلب وليك وعندهم صاحبك كان الأسرة اللي في فضل لكي نمو تلقائي مرهة كبيرة فعمرها سين عام أولاده كامل موظافين خدامين شي جابي لها كلب ما عليها فيه الماكلة مكلف هاد الغيمة ديال هون حاضي بصح شي ما عندهم الله الكاميرات الأول شي جي جي هسس بلس اسس را هسس كين هذا كري يموت عليها يموت عليها يموت عليها يدخلو تماما الله يعمل يدخل الدره معلوم الهجم يموت شرع صحب شكرا لك جواد على تجربة اللي عاوتين عبد العالي نهضروا على الخيل يعني ماشي أي وحد يطلع فوق الخيل يركب الخيل ويتبرد ماشي أي وحد أغير رسيدي همولي وانتكت لا تبارك الله بك نهضروا على الخيل عداني شو تي حققلك هاد العود نفسيا زعم التقيقة في النفس وراء أنا انت بورد وانا مع السرباء وماشي سهلة أول حاجة هي رياضة رياضة هي رياضة يعني كتشد بي أول يعني التوازن ديالك معلوم تشد تركيز يعني كل مقدم غادي يعني رماشي سهلة تشد راسك متفوق العود وتشد المكحلة وتشد الرصان ديال العود وتحكم العود مع السرباء خصك تشفي مقاد وتركز مع المقدم ديالك يقول لك تشد العود يعني كل الحواس خدامة كل شي تحجمك ترتاح تحجمك ترتاح تحجمك ترتاح ورجليك خطامة يعني خصك يعني تحمز العود باش يزيل فهم شي يعني وإلى سباق الخيل خصك تجرلي والمكحلة بلقاء استطالع وشني في أي لحظة تقدر تتفاجر مكحلة ولا شي شي حاجة بصح بصح تقدر تضربك ولو شي حاجة حتى ماشي سهلة ماشي سهلة من نشي موش تشوف من نشي موش قدامك وحد دربك ومكحل تجلع ما عاد تكسرب على هواديس بصح تشفر دعوة بصح نغت درمي مكحلة وكاكوغس تختيب شي باش تفرجها هلوك الناس لكيتفرج عبدالعلي كما صغير لديك شكل لعب ديك القزوات والتحنقز كما لديك دي الناس الكبار كيف هذا؟ كما تناول فيسبوك؟ أخذ فيسبوك ولكن الشخص يكون محافظة على التورات يا الدرس، إن سيكون مبكسك. صحي اللي أعزبه بالضياح ، شوكي اللي أعزمي. كذلك، أغرق. إذا أخويا، ما هو الحد؟ كنت أغرق، سيكون أغرق على المنعات أنا أغرق على المنعات والخيل. أو تتحدي المنعات والأقنية بالضع؟ وكنتكذ Perché لا نعطب رجال لترنك ونحن تبرد سترنك ونأتي الآطلة وأ유� wallace يوميا أريد أن ن Ost Это برد التي تتعلم أنك لعود كان حلم يكون عندي فيرما دي الخيل أو قاع فيرما بساف أنا حماق على الخيل بساف يعني مشي مجرد واحد عاود وتمسليه وتركب فوق منه لا واحد ما يقال معنيش خصنيه مشرار آه بحال لكش والحمد لله تكشب يدي الله ويقول وان واحد يعني من اللي بغيش برش حاجة اخصوان يعني يكون قيو يكون مودي شوف ده بعد البقوط شروط ديال مشي غير آجي وركب يعني شخون ديش حاجة خايبة وشي حاجة يعني كدخل مسلم دخول مسلم ومشكونك والناس يعني إذا ركبين معاك ما حصلت تكون حاقل على حتى شي واحد لكي ما تقول مثلا اللي حفر شي حفرك يطيح فيها يعني إذا كنت يعني لكشي ناول شي صاحبك معاك في السربة أنه إنا غاي طيحوا العود وغاي عفت عليه وشي حاجة راش قدر شخوا عليك إنشها معلوم لين وشر الخوه رغب يتحفي أقول خيضرة صعبة شوية بالنسبة لا يعني إلا الماكلة ديالهم ولا للمتالية ديالهم أرى مشي سهل سوما الحانان كتربط معهم علاقة بمحنة بتحس بيك يحس بيك يعود ديال جدك حال الشي سيعود جود نفس العلاقة نفس العلاقة ويمكن كتر قاعد يك مستهف واحد مرة ديت العود ديالنا كتغالي في السدل واحد الموسم وكانوا دي حصول الخيل وقصوا واحد الحديدة فشم بدياله ونقز لي من الكاميو نقز لي من الكاميو وخنقاش واحد الحديدة وعشي واحد الحالة كنت تفكر على الحميشي بور مشكلة معلومة ايه ومن اللي حليت لي القناب دياله وحد كان مخنوق نقز من الكاميو وجزرح في دياله وخارو من الداخل ومليش فدكوش زروحة كنت أقول لك أخي معلوم عشي وابقيت كنت يقول الناس عندما يقولون لي علاش كتبكي ديالي وقعوا وقعوا يقول لي ما نادركوش زرح ولكشي كوريجا فيي أنا وما يتقاش لي العود راكي تعالجو به الناس دباكي العلاج بالخيل تراث كون فراث كون فراث كون دبا كنرف واحد سيد يعني ما تيخليش تموسم بسي مسكين كانش عنو فيرمادية الخيل وكانو عندي خيل بززاف ولا دوباع وليه كلشي اي تستطا معلوم دبا راكي بشي المواسم تيسمع شيد رفزوين شيف قيت مره في الارضو يعني لك شكت شي المواسم راتش شوفيه ديم قيت مره في الارضو شيف قيت غوش واحد الحالة شكرا لك عبدالعلي تجربة اللي عاوتينا نظروا على هذه القضية دي اللي تنسمعون كين العلاج بالخيل الناس والليس كان مقبلي على هذه النوع ديالها في المغرب كين ما يسمى بلا زوترابي العلاج بالحيوانات ما شي فقط الخيل حتى حيوانات أخرى بل أكثر من هذا كما كنت نتكلم عن القضية العلاج بالموسيقى العلاج بالمصراح بالراسم وغيره وكين كذلك العلاج بالحيوانات كذلك مثلا بالنسبة القضية ديال الأطفال التوحدين والأطفال اللي عندهم فضايات إعاقة عقلية بجموعة ديال الدراسات والتجارب لأن أفضل طريقة باش نحسنوا الوضعية ديالهم نفسية والعقلية هو نجلب لهم حيوان فالطفل مثلا التوحدي كيمكن يتحسن الوضع دياله يلاجبنا له مثلا حيوان وعاش مع حيوان في البيت ويتعامل معه كي يسهلوا الممورية عملية ديال التوافق النفسي إلى غير ديالك نعم نكمل معك سي خاليد على الطيور والعلاقة ديالك معهم فنهضرنا قبل عن المتعة يحكوا لك إشباعتي يعني المتعة ديالك الفراغات اللي ممكن تكون في الحياة مجوّج عندك شي ولدات عندك مثلا المدام حت الفراغ شوية عندهم عندهم المصخب يعني فهمتي يعني المرأة غير جاب لا نعم نعم سي لورما كانوا في الأول سي تقلقوا وكان مع المدات أنا أو تاني والتي تطورت راسي بيدي يعني دبا بحل دبا القفز عندي فيه فريخ كل القفز تندل فيه نصف كارتونة كاسغل الفو نصف كارتونة النصف باش شلطاح دك شي تتاح الداخل في الكارتونة مهم وعندي مليومي يومي تنهزهم كاملين ونطلعهم نستحق قبل ما تخرج الشمس السخونة مهم وعندي دك شلطاش دي الماء تندير فيه الماء تنريق له باش نخلي فيها بحل الدبابة مش نضربون عميه بالماء مهم تندوش اليوم مهم يعني ما عندك شي شغل وحد اخر من غير هادو مني كاتفيق في الصباح كتبدأ بالفريخات تفترمون تشوف شنوان نغسله ونطويله ونحيل له ونتا نقوله احنا البزاقة في كل البزاقة ونقراطيه له ونضربه ونرده ونراقب الطيور منتا نوض الصباح تنشوف البلاصة ديالو كيفاش حاشك عامل دك البزاقة ديالو مهم اللي هو عنده بزاق مق ما مق تسمى الله دياري مهم تبريد ونطيه الماء ديالو باشا تقصح له الكرش ديالو وتيوليه مزيان توليه مزيان هنالشي دباعين ميان مهم يلاش دباع او تنيل البزاقة عنده خضراء تنعرفه التضرب في المعدة ديالو مهم حيث توليك خضراء انت طواب دابة ديالا اه تندلو الحلبة تامان شحال زيما كانشي مروجة القضي باش مبيع اه إلا دباحنا كما قلنا إلا درتيشي خير تديروه في ذاك الحيوان يعني ميمكيش انا باش غاد ينبيعه ما يعطانيش هو ذاك التامان اللي بغيتان احتنا خسر علو بزاك وكنا غالي الفراخ هما يصلور ما الغاليين انا بحلا نقولو دابة احنا تتخذيك فرخ هو عادي بسيط يعني نهار الول خديتينتي تتخذيه بستميار خصك تعرفي لي باش يقيش ليك باش نفهمك نوصلك لهذه النقطة يعني هو كان في الخلاق تيأكل واحد المواد دي الربيع بحلا نقولو كلا بحلا نقولو للمقانا كلا ما يعرفش المقانا انا نقولو احنا التورع اولي تيأكل نوارة الشمش وللقوق دي الشوك منتاش ديتي جيبتي للدار خشيته في قفز هو اول مرة دخل ذاك القفز تتعطي الزوان عادي تتعطي الزوان بحلا تيعقدو تيعاصمو تدور راسه بشي نتاحر هو تيخشي راسه هنا من المورا تيشوفي بعض الفريخات تيخشيوا راسه هنا وتيبقى مقوبري من فوقين تقولوا مرة قوبر تي انتاحر مالقاش مياكل غادي بحايف قصر اصو ولا تيبقى يضرب الكفاء القفز باش يخرج لوحد الدم مننا يعني انتحار لاشح انتا معرفش تتعامل مع ذاك الطائر انتا خليتي بحلا جهل اذا انت كدرت النفسية دياله الطيور ايه سيلور ما ندرس النفسية دياله ونعرفو شنو بغا شعاله تكلم نكون انا داخل بمع الدرجة تنس المع فرخ تكلم انا عرف اينا فرخ تكلم وانعرفو على شدوى على شدوى مثلا اشكي اشنو نقصو الماء ولا المصخ اللي ما بغاك لا واش قاع الكلام ديال الفرخ كله غنى ولا حضر الله ولا كتفهم لغا دياله عندهم كلام ديالهم عندهم غنى ديالهم يك ميتي بغي هو الطير بحال انتا نقولو احنا بغي قيل شنو القيالة دياله هي دكتر ناشط تغني تغني تقولك اذا تقيل تخرج الكلام دياله تبقى موثقك وانتا تسمع وانتا تسمع ولكن كان واحد الكلام اللي فيه حزن فيه احتجاج فيه حزن وكان الناس اللي هما مختصن فاتش اللي هما اللي زار بال تقلس معاك وعنده الباش وكحاط فرخ ديالك تقلس الله وتبقى تصنع كيش ضاجع المسابقات του الاحثان مع الليها مسابقة لفرخات تلك الفرخ ديالي معنbereich ما وصلت لي باش نشارك بيوم اممممممممممم المشام لاحقش كان زروف اللي في هذا ما فش بريد طرف بريد طرف اللي بعد لمر شخص القدم الجبل باش نا اخد واحد الكلام للطير الحسون والاني نا اخد واحد الكلام لله الظحر يعني تنبيع هذك الفراخ بس كماش تحرك ماش نصافر نتحرك وتنصافر ونشد لوطيل ونبيت الى اخرى ونشد المركوب قدرنا نجي طاكسي نركب وعندي واحد جوج فريخات ولا ثلاثة والطاكسي باقي معطل وحرارة ما 40-50 وباقي تقول جوج وزان تنظر نخلصه وما نع باش نمشي نبكري باش نمشي نبكري باش نمشي نمشي انا جوج اطوك جوج بلايس باش ميموتوش مشي لا باش ميموتوش باش نوصلك الواحد اي حاجة درتي فيها الخير ما عرفت ايش ربي باش يزازك انتا يعني واحد غو تولي في السبيطار اجي موك ارى الله يعون اجي الديع مات اجي الديع غالي يشوف مول قربع تنمشي اش حدا الصور صغير ورين بساكن ما مساكن جابهم السيطر الحليب فرماجة اطعم يأكلوا ميمشي باش يخرج من السبيطار ميتال للقاحية هادي رقصة واقعية هادي قصة واقعية من سؤولة طبيب قالوا الدين تكتيفوا حد الحالة يعني غيبوا بس شوروا الدوك فرانسا وردوك وقالت لهم الله را واحد نشاش اللي فايقوني الصباح وقال نوضي نوضي راحنا تنطلبهم الله الليل كامل باش يشافيك احنا ما بغينا والو قالوا ميرا لقيتم حدا واحد الصور وعطيتم لك الصم الله شكرا لك عبد الرحيم مبخش النفذة الوقت خاليد ولكن دبا نستقبل عبد الرحيم مبخش النفذة الوقت ولكن ممتع بحقيقة هذا الكلام اللي كتعود والقصص اللي كتعود شكرا لك طيب مشاهدينا نستقبل عبد الرحيم الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم اللي احتوا حياته كلها أعطاها المجموعة عادية اللي حيوانات نشألنا أخذوه بعد الفاصل السيد عبد الرحيم مرحبا بك شكرا لك السيدة تسر بالقطوط والكلام أي حاجة أنا قال حيوانات كاملين شي يجبوني مثلا أعطيني في حياتك كنت سبرك الله شعر واحدة عشين عام شنو ربيتي قطوط كلاب فراخ أنا عندي أكثر يا قصص مع الكلاب أنا ربيت الكلاب بزاف نشأني عاش واحد المرحلة مع الكلاب بزاف أنا نلقيت فيهم الخير كنلقى الخير في الكلاب أكثر يبتلقاهم في صحابي مثلا واش رحلي تلقى الخير في الكلاب حدجة قبل منك جواجش أعطاني واحد جريبة قال لك لاحصل صاحبو وقع شي مشكل صاحبو ويزيد في حالو أنا عنصرح لك أستداء أنا غنعطيك اكزاكت المشاكل هانتش كتكوني غادية مع ستسولة سبعديد الدراري ياكي ويخرج لكم إش يجوج بالمماز الدراري غيشوفو هم غيهربوا إيه وش بغتي يمجروا إلا كان معاك الكلب ما قدرواش مساكني إلا كان معاك الكلب ما غيهربش هو غادي يدفع عليك فمشيني وغي يحميك كتجيل غيره عليك ومدرر يصحابك كل واحد كيخاف على راسه فمشيني كل واحد كيخاف على راسه إذا كلب حسن من أستد صحاب من ناحية الحماية من ناحية الحماية من غير الحماية لا لا هو خب من غير الحماية قدر يحسبك هو ما يحسبك صاحبو تهضر معاك تهضر معاك تحكي لي تحكي لي المشاكيلي ديالك هما وما يكي القصص ديالك يسمعك تحسك من الأحسن تعاودهم للكلب وما تعاودهم مش لبنان مقدر بنادمي في شئ السر ديالك يعاود السر ديالك لكلب ما غادش يحكيه هو ما عندون من يحكي ما عندون من يحكي أب كم لا يتكلم مهم وادة أو السادة وبيت نزيد واحد القذية إذا إذا أنت إذا ما الصحاب وهذا شيء ما عندك ما تدير به إذا الكلاب تيحقوا لك صدقة وناسة محبة العلاقة الجماعية مع الكلب حسن لك من مئة صاحب وصاحب هذا كشير يعني هذا صافي سرينا من هذا أنا أتنفض القلب والقطاطة شنو شي يدير وشو ما نشي القطاطة نفس الشي القطاطة داعوبة تفهمشيني تيليعبو تفهمشيني تيبغيو تبغيو يلعبو الحانان تفهمش يكونوا إليك أنا في الدارة لأن نقول لك نقطر نقول لك القطاطة تكون في الدار حسن من الكلب الكلب يكون في الجردة همشيني وشي وصووو وشي كرفصووو أنا درت واحد القادة قلش أنا بلما نقان ربيهم كلاب ديالي قلش غانت قان ندريسي الناس ايه شي واحد وبغي يدريسي كلب ولا شي حاجة كنمشي لعندهم المهم ما تفرقش مع الكلب إلا ما ربيتهم بدريسيهم إلا ما ربيتهم مهم كينين كينين مهم الكلاب خص ندره يكون فيها شي أنا أعزز علي الكلب بزاف وشن فطلهم بزاف وكنصح الناس وكنصح الناس اللي في الشارع أنهم يلقوا بشي كلب بره ماشي اكزاق طمو الكلب الحيوانات كاملين حيث أنا أشتغل عشنا خلوق أتذي الله هدكا كيبقى نشوف شي حوائش وزنوقتنا الصغرب بحالش كنصغرب تتمي غادي كتشوفي واحد غادي ما عليهم ما بيه كي يدرفت تليفوتي بني كلب صغير نعسي بوطوتي زيد يا الله هاد شنو دارلي هدك الكلب شنو دارلي قدار أنا ومشا أنا أشحلت خلي ما يشح مو أحد كان غادي في طرق ضرب من الشخل الرجلي كمه؟ اخترت يتسكن مشيني تتسكن تكونوا داك المشاكل تكونوا مسكونين دونك الحيوانات كاملين في سبيل الله أنه هم خلوقات ديسة يا ربي الواحد خصوية خصوية الله فيهم مرا ما شيخيش هم حيوانات وحنا بنا هذا مرا احنا متفق معك احنا أحصل القلق على هذا ولكن شاهم ما لعطيهم ربي واحد القيبة وواحد الفضل دياله هل ماشي كل الناس عندهم هاد العلاقة مع اله أنت هدرتين بأي السلوكات في المجتمع ديالنا ديال الكلب ضربوا مدالي قوالوا شحال من من كل تلقوا مع رسم الرجلي فلوطورو شحال تلقوا الكلاب مجبدي المساكن ماشي غير الكلاب حيوانات كاملين تشوفوا العنف أكتر يحنا يعني كينا عنف ديال احنا الأمة الإسلامية يلخصة تعطيه تيمام الحيوان بزاف وما شنعطيه شليه ونخلي الناس الغرب وماشي كيناعين شمع القفوك شجره شوفي مش شمع القفوك شجره غتصوقي ليه ما غات خليها وغد ضوزهم ومالله يجيبولن بوبية ويهبطوها ومزاف ديال الحواجد الناس مشنفطلين عينة نقصهم غير الإسلام حنا أمه إسلامية وماشنحش عبروش الحيوانات نعلاسف همتي الأم جامعة بشكل عام ماتي تهلوش الحيوان مادنش علاقة قريبا بانه بالحيوان ممشيني اني سباقريلا خمسة وعشرين في المياه قاع نقل لك في المغرب كامل اللي كتب الحيوان أما الفاصل الأخرى كل شيء كم شيء يضرب كل شيء يضرب نعم شكرا لك عبد الرحيم على الجريبة الكلم اللي عاوتينا اليوم شنو تعليقك في النهاية يا أستاذ عزوز العلاقة مع الحيوانة شو ممكن تحقق لنا الناس اللي كي يسمعون هذا بك أكيد أن العلاقة مع الحيوان كم قلت تحققنا كما قلنا قبل مجمع الإشباعات مش رشت لحد النقطة الأساسية هو أنه مثلا بعض المرات كيمكن يكون بحكم هذا الشيء اللي قال سابد رحيم كون أنه بعض المرات كيمكن تحكي كتدرت فريق كتدل كاتارسيس مع الشخص اللي كنتم تقن بأنه معدي شيء عاود ومعدي شيء الأسرار ديالك ولهذا بعض المرات كيمكن يكون ذاك ذاك الخطاب مع الحيوان منك يغيب لآخر الذي يمارس الإنصات الفعال الإنصات الإيجابية إلى غير ذلك كيحق مجموعة من المكاسيب أو المكتسبات بنسبة الإنسان كيحقلو كذلك كما قلنا قبل الشعور بالآن وكيمكن يحقلو كذلك الشعور بالحب وليمسألة جوهرية بعض الناس اللي كيفتقدوا إلى الناس آخرين اللي يمكن يمارسوا تجاههم مشاعر الحب كيمكن يكون الحيوان بديد ولكن أنا اللي بغي تركز عليه هو أنه ما خلش يكون التركيز كل تركيز على الحيوان ويتم تغييب العلاقات الإنسانية لأنه العلاقة مع الحيوان تكون بشكل متوازين وما يكونش في هذاك الإفراط لأنه أولاً بعد ذلك الحيوان العمر ديال الأقصر ولهذا كيمكن مثلاً إلا كانت تركيز كل مشاعر على الحيوان كيمكن إلا فقدناه كتولي واحد الأزمة نفسية عامقة جداً وحنا شفناه المثال لقال قبيل الأخ ديال الإنسان اللي فقد الخيل دياله كيفاش أنه قعله الطيراء بنفسي إذا ما نركزوش على هذا المجال يكون طبيعة علاقة ديالنا ديال مع الحيوان وعلاقة ديال الاحترام لأنه كائن ولكن ما يمكنش يكون تركيز المراضي خاصة نخافه من تركيز المراضي لأنه إلا مشينا في التجارة المراضي كيمكن نفقده بزيال الحيوان شكراً بزيال أستاذ عزيز توسي شكراً لكم حضور الكريم عبد الرحيم شكراً على الشيء اللي عاوتينا اليوم شكراً خاليس بارك الله عليك على الشيء اللي عاوتينا اليوم سي عبد علي سي جاوات شكراً لكم شكراً مشاهدينا لتابعتنا في هذه الحلقة كان عشاق الحياة وناس كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس لقى نهر واحدة آخر مع قصة واحدة آخر حيث تبقى في الناس بزيال في ما يتعود السلام عليكم